علوم الصف السادس الابتدائي حل أسئلة سنسؤال وتدريبات الدرس الأول والثاني والثالث والرابع المفهوم الثاني الجسم كنزاء صفحة 48 تدرب على الدرسان الأول والثاني أكم واحد أكمل العبارة الأطيق واحد المخ أحد أعضاء الجهاز براف العصبي ينقل الجهاز نقط العناصر الغزائية والأكسجين إلى الخلايا العصبية الجهاز الدوري يتكون من الجهاز الدوري من القلب والوعية الدموية والدم ثلاثة يتكون النسيج من مجموعة متشابهة من الخلايا ضع علامة صح أو علامة خطأ أمامه العبارات الأطيق واحد الخلية العضلية ليس لها الكدرة على تخزين الطاقة لديها الكدر أبر خطأ وانطلاق الطاقة اثنين تعتبر الأوطار جزءا من الجهاز العضلي الهيكالي ثلاثة تتم حركة إزام الأصابع والساقين بسبب انكباض وانبصار العضلات الهيكالية أربعة يعتمد الجهاز العضلي على الجهاز الدوري في الحصول على الأكسجين عبارة صحيحة خمسة عند الشعور بالتوتر يكل عدد ضربات القلب يزدي ثلاثة اختر الإجابة الصحيحة من بين الأكواس واحد توجد الخلايا العضلية على شكل الياف كصيرة طويلة دهنية طويلة نسعد على الحركة اثنين يكون نقطة بضخ المزيد من الدم إلى العضلات المخ القلب ثلاثة تعتبر نقطة وحدة بناء جسم الكين الحي الخلية طبعا الخلية أربعة اكتب المستحل العلمي واحد مجموعة من الأعضاء التي تعمل معي لإداء وظيفة معينة وإلين أعضاء كفالجهاز اثنين مجموعة من الأنسجة تؤدي وظيفة محددة مجموعة الأنسجة يقول عضل ثلاثة عملية تقليص لطول العضلات مما يؤدي إلى حركة العزام في اتجاه واحد انكباض العضلات خمسة انظر إلى الصورة المقابلة ثم اختر واحد عند استضام قدمك بحجر فإن المستقبلات الحسية ترسي الرسالة إلى العين أو المخ اثنين تعمل نقط على تحريك الجسم بعد استهلاكها طاقة في عملية الانكباض الععاية الدموية العضلات العضلات ثم سؤال صفحة خمسين ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتين واحد عضلة القلب من العضلات الإرادية أبار خطأ لا إرادية اثنين يستطيع الإنسان التحكم في عضلات المعدة لا يستطيع ليه؟ لأنها عضلات لا إرادية تعمل تلقائي ثلاثة تطلب رفع الرقبة لأعلى عضلة واحدة فقط أبار خطأ عضلتين أربعة تعتبر عضلة الزراع من العضلات الهيكلية البراسية صفحة ثلاثة وخمسين رقم واحد تخير الإجابة الصحيحة واحد من العضلات الإرادية التي يمكن تحكم في حركتها عضلة القلب لإرادية عضلة العين لإرادية عضلات الزراع صح رقم جيم عضلات الزراع اثنين يعتبر نقطة هو مسؤول عن إفراز الهرمونات التي يستعد الجسم على الاستعداد للاستجافة للخطر الجهاز الهضمي الجهاز الدوري الجهاز التنفسي جهاز العودة الصماء ثلاثة من العضلات التي لا يمكن التحكم في حركته يعني عضلات لإرادية الزراع إرادية القلب صح القلب أربعة أحد مكونات الجهاز الدوري وتنقسم إلى شرائية وأوردة وشعيرات دموية الأوعية الدموية صح الأوعية الدموية خمسة ينقل الدم نقطة إلى جميع أجزاء الجسم الغازات الهرمونات العناصر الغازائية جميع ما سبق جميع ما سبق اثنين ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتي واحد العضلات الإرادية تتحرك تلقائيا دون تحكم الإنسان يبقى لا خطأ اللا إرادية تعمل تلقائيا دون تحكم الإنسان اثنين يقل معدل دربات القلب عند الشعور بالتوتر أو خطر ما يازداء والخطأ ثلاثة يتطلب ثانية الكوع عضلة واحدة تحرك بشكل إرادي عضلتان أبار خطأ أربعة يستطيع الإنسان التحكم في حركة الدم لا يستطيع ثلاثة اكتب المستحل العلمي الذي تدول عليه العبارات الأتي واحد عضلات تحرك تلقائيا ولا يمكن التحكم في حركتها العضلات اللا إرادية اثنين العضو الأساسي في الجهاز التنفسي الرئة ثلاثة نظام من الأعضاء والأنسجة التي تساعد الإنسان على التنفس صح الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي أربعة ادرس الشكل المقابل ثم أجب واحد ما اسم الجهاز الذي يمثله الشكل الجهاز الدوري الجهاز الدوري اثنين ما الدور الذي يكون به هذا الجهاز عند أشعور بالتوتر أو مواجهة خطر الماء القلب يكون بضخ الدم المحمل بالأكسجين والعناصر الغزائية إلى جميع أجزاء الجهاز خمسة اذكر السبب تعتبر عضلات الرقبة من العضلات الإرادية لأنه يمكن التحكم في حركتها حد ستة وخمسين أكمل العبارات الإرادية واحد تساعد عامية الهضم على تحويل الطعام من صورة معقدة إلى مواد أبسط لكي يستفيد منها الجسم اثنين تقوم الأغادة اللعبية بإفراز اللعاء داخل الفم وتساعد على تفكيك الطعام ثلاث يتم امتصاص العناصر الغزائية بوسطة نقطة الأمعاء الدقيقة ثم تنقل بعد ذلك إلى أجزاء الجسم عن طريق أشوائرات الدموية الموجودة بجدران الأمعاء الدقيقة أربعة يتم التخلص من فضلات الطعام البراس عن طريق فتحة عضلية يطلق عليها فتحة الشرق حد ساوى خمسين رقم واحد أكمل العبارات الأئتين واحد تكون نقطة من استهلاك البروتينات داخل الجسم اليوريا اثنين يقوم الجهاز نقطة بتخلص من ثاني وكسيد الكربون أثناء عملية الزفير صح الجهاز التنفسي ثلاثة ثلاثة تكون المعدة بإفراز نقط ونقط التي تساعد في عملية تفكيك الطعام الحمض والإنزيمات الإنزيمات أربعة يتخلص الجسم من الفضلات في سورة عرق عن طريق الجلد اثنين ده علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأئتين واحد يشارك الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي في عملية الإخراج أبار خطأ الجهاز الهضمي لا يشارك في عملية الإخراج اثنين يتجمع أطعام غير مهضوم في سورة فضلات داخل الأمعاء الضخيقة الأمعاء الغليزة أبار خطأ ثلاثة يخزن الكبد سكر الجولوكوز الزائد على حاجة الجسم أباره صحيح عليه نشح حيواني أو جريكوجين أربعة تبدأ عملية امتصاص العناصر الغذائية في المعدة الأمعاء الضقيقة أبار خطأ خمسة الكولية هي العضو الرئيسي في الجهاز البولي أباره صحيح ثلاثة تخير من العمود دا ما يناسب العمود ألف واحد الجلد صح عضو يخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة في سورة عرق اثنين الشرج فتح عضلية في نهاية المستقيم يتم من خلالها طرد فضلات الطعام ثلاثة النفرونات وحدات مجهرية داخل الكلة تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة أربعة اذكر أهمية أو وظيفة كل من واحد الجهاز الهضمي هضم الطعام وامتصاص العناصر الغزائية أثنين أثنين المثانة البولية يخزن بها البول لحين ترده خارج الجسم ثلاثة الأمعاء الغليزة امتصاص الماء من الطعام غير المهدوم لتكوين البراس خمسة ادرس الشكل المقابل ثم أجب واحد ما يسمى الجهاز الموضح بالشكل الجهاز البولي الجهاز البولي اتنين اكتب البيانات على الرسم رقم واحد القلية اتنين الحالب ثلاثة المثانة البولية ثلاثة اذكر وظيفة العدو المشار إليه بالرقم واحد اللي هو القلية تنقية الدم من الفضلات مثل اليوريا ستة علل يعتبر الجلد من أعضاء الإخراج لأنه يخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة في صورة عرق ترجمة نانسي قنقر